السلام عليكم أصدقائي الأجزاء أو فيها متابعي قناة خالدوتيب مرحبا بكم معنا في فيديو جديد كنتم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة اختيار معرف لحسابك على اليوتيوب هذا القضية يا صدقاء أدرت عليها ماشي فيديو ماشي جوج هذا كنظن الفيديو التالت ولكن مع ذلك بقى كتجيني أسئلة كثيرة على كيفية اختيار معرف للقناة أو لمعرف لحسابك على اليوتيوب كيفما قلنا وضحنا سابقا عن هذه الرسالة غتجي لأي واحد عنده ايمايل ماشي ضروري تكون عنده قناة ودبا في هذا الفيديو أصدقاء غادي نشرح لكم كيفاش تقوموا بهذا الأمر من الهاتف وبسهولة أما دبا حاليا تقريبا جميع الناس اللي عندهم ايمايل جوج ثلاثة حالما كان عندك في تليفون جاتك عليه رسالة وأصبح الآن بإمكانك اختيار يعني اسم معرف لحسابك سواء على اليوتيوب أو لليجوجل مهم ضروري خاص يكون عندك اسم معرف خاص بك إلا ما اختارتيش اسم معرف اليوتيوب غادي اختار لك اسم عشوائي وما غاديش يكون يعني بدك شي بحل باغي انت يعني يرى عندك اختيار إلا ما غاديش تديرو انت اليوتيوب غادي اختار لك حساب لذلك أنصحكم بأن تختاروا اسم معرف لقناتكم خصوصا الناس اللي عندهم قانوات من الأحسن أنهم يختاروا اسم معرف لأنه كيسهل على الناس تذكر دياله مثلا اسم معرف القناة ديالي فقط أصبحها ايروباز خاليدو يعني سهل للتذكر سهل للكتابة ويعني سهل باش أن أي واحد يكتبو لذلك اختاروا معرفات سهلة ومعرفات صغيرة ومعرفات قصيرة ومن الأحسن أنكم تبادروا لك تباقي ما اختارتيش اسم معرف لقناتك أو لحسابك على اليوتيوب من الأحسن تختاروا لأن الأسماء غادي سبقوك الناس وما غاديش تلقى الأسماء متاحة وده بغادي نشرح لكم أصدقاء من اليوتيوب الأمر أرجع سهل ليس في حال البداية كنا نشرحه من جوجل وبثاف الناس ما يعرفوش ده با يمكن لك من اليوتيوب مباشرة الدخول باش أنك تدير يعني معرف للقناة أو لا تشنجيه في أي وقت مشي بالضرورة يعني تقدر ما يعجبكش من مع الوقت باقي تشنجيه وما أصدقائي لك تأول مرة تشاهد القناة تشارك في القناة وديرونا رايك للفيديو وكتبونا تعليق محفز وكتمنى أنكم تكملوا الفيديو داش أنكم تستفدو من هذه الطريقة وعلى بركة الله نبدأ في الشرح بسم الله على بركة الله نبدأ في الشرح أصدقاء كيف ما قلنا في البداية غادي نقوم بهذا الإجراء من اليوتيوب مباشرة غادي نكليكيو على اليوتيوب من بعد غادي نطلع لنا ديك الأيقونة دي الحساب أو الأيقونة للقناة اللي كاين فيها الأعلى تبعوا الفليشات من بعد غادي نظهر لنا هذه الواجهة وغادي نكليكيو على فوت غوشين أو لقناتك من بعد غادي نطلع لنا هاد الواجهة دي القناة وغادي نلاحظو وحد القلم كان في الجانب الأيمن غادي نكليكيو عليه باش يعطينا التعديل على آآ وصف القناة واسم القناة وبالزاف دي الحويت ما وكان اليو آر آل هناك هنا وحد القلم في جانب بجانب المعرف غادي نكليكيو عليه أصدقاء هنتم كما كتشوفو هاد القناة هدي قناة تجريبية عشوائية مرة مرة كنجربو عليه بعض الطرق واليوتيوب كيف ماشتوه اختار لي واحد المعرف لهذه القناة وهذه القناة غادي تسعيجيكم الاسم ديال الغريب الاسم ديال بوتا كبيرة وهما اختاروا لي بوتا كبيرة الفين وثلتمية مهم احنا غا نحاولو نوريكم طريقة كيف تختاروا الاسم مثلا هوا هاد مني كان اختارنا الاسم قصت طلع لي عليه اهداع علامة الصح انا طلع لي الكتابة بالله والأحمر عارفوا بان ذاك الاسم سبقوا اختاروا شي واحد هاتوا ما كماشتوه احنا نقصنا بعض الحروف او وكت العليا باللون الاحمر غادي نبقى نجرب كنجرب كنجرب لان لاش قلت لكم ما انا خسكم تحاولوا تسبقوا باش ما يسبقوكم باش ناس اخرين لاختيار اسم معرفيكم يقدروا يختاروكم حتى اسم القناة ديالكم ونتبهوا ما تستفدوش منه كنبقى نجرب غادي نحاول لانا نختار نحايدك الارقام ومن بعد كندير او لحفظ للمعلومات يعني هادي الطريقة وطريقة سهلة للغاية يعني بسهولة تامة يمكن لي نختار اسم معرف للقناة من بعد في غادي يظهر لنا هاد الاسم المعرف غادي نخرجو انتم كما كتشوفو هوا كي يطلع لنا تحت اسم القناة احدا اللي يظابوني وحدا عدد الفيديوهات اللي موجودين في القناة وغادي نحطيكم مع اصدقاء مثال على القناة ديالي يعني ايش نختار لها الاسم مثلا غادي نمشي نقلب على اسم القناة ديالي خاليدو تيب وهنتما كما كتشوفو هوا كي يطلع في البحث خاليدو تيب وتحت منها ايروباز خاليدو تيب يعني هذا كل اسم معرف للقناة كما كنت لكم حاولوا ما امكان انه يكون في كلمة وحده يكون صغير ويكون بسهولة تامة غادي ندير واحد جربة انا غادي نبحثو بالاسم المعرف غادي نديره ايروباز وغادي نكتبه خاليدو وهكذا غادي يطلع لي القناة ديالي بسهولة تامة اصدقاء يعني هذا الاسم معرف لهدف دياله هو انه يعني كتولي القناة ديالك تظهر في البحث في اول اقتراح ما شيف حل الاسم ديال القناة لهذا انت ملزم ضروري باش انك يعني تدير اسم معرف لحسابك على اليوتيوب او لقناتك مهم اصدقاء كنشكر اي واحد كمل معنا الفيديو كنشكر اي واحد دار لايك الفيديو كنشكر اي واحد خلالنا تعليق محافظ والسلام عليكم ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله